السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنزرع نبتة إكليل الجبل أو الرزماري أو حصالبان النبات الطبي المحبوب والمعروف بفوائده وبمضاقه المميز في الأكل كما قلت سنزرع اليوم نبتة إكليل الجبل من الغصن الذي أحمله بين يدي الآن وأزيل منه الأوراق الغصن بطول 10 سنتيمتر وبه عدة عقد أو عيون العقل الطرفية أو العقل الوسطية لا يهم فكلها تنجح إزالة اللحاء ستساعدك على سرعة التجدير نأخذ ورقة الألوفيرا وندخل أسفل الغصن فيها أي داخل جيل أو هلام الألوفيرا وهو بديل طبيعي مجرب وقوي لهرمون التجدير الكيمة وأنا أستخرج جيل الألوفيرا وأضعه في زجاجة صغيرة محكمة الإغلاق أضعها في الثلاجة وأستعملها عند الحاجة لكن بعد سبعة أيام سيصبح الجيل عديم الفعالية في وعاء صغير مملوء بتربة زراعية مكونة من رمل وتربة طينية سأغرس العقلة وتذكر أن العيون أو العقد هي التي ستخرج منها الجدور لذلك لا بد من إدخال عقدتين أو ثلاثة على الأقل لزيادة فرص النجاح بعد وضع الغصن في التربة نروي مباشرة بالماء بالنسبة لموعد الزراعة فهو طول السنة لكن يبقى الموعد الأنسب فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف وهذا الكأس من فوق لتوفير الدفء للعقلة مع وضع الوعاء أيضا في مكان دافئ به إضاءة قوية التجدير والإنبات سيبدأ تقريبا بعد عشرة أيام لكننا لن ننتظر عشرة أيام وسأريكم عقلة سبق أن زرعتها منذ 25 يوما ولنرى هل فعلا تكونت الجدور فاصل قصير ونواطي إذا كنت تريد اختصار الوقت والحصول على نبتة روزماري جاهزة توجه للمشتل واشتري أو واختر شتلة سليمة غير مصابة أما هوات الزراعة والتطبيق فلنعود الآن للنتيجة جدور ما شاء الله كثيفة فقط بعد 25 يوما من عملية الإكثار والآن هي جاهزة للنقل لحوض أكبر أو للحديقة المنزلية ودائما تربه ذات تصريف جيد لأن أكثر مشكلة تؤثر على إكليل الجبل هو سوء الصرف وعلى بركة الله نضع الشتلة في الخليط الذي أضغت له أيضا كومبوست نباسي وسنستمر في التسميد العضوي لأننا سنبدأ في الاستفادة من أوراق الروزماري في المطبخ لذلك التسميد الكيماوي ممنوع ملعا كليا عند الانتهاء نروي بالماء ثم نضع الوعاء الآن مباشرة في الشمس المباشرة اكثار هذا النباس الطبي والعطري جد سهل والأجمل أنه يمكنك قص أوراقه وحصادها طول العام ويستمر النباس في النمو وتعويدها أما الأوراق التي قطفنا فتستخدم لتتبيل شرائح اللحم والسمك وفي العصائر لتعزيز نكهتها وأيضا لعمل شئ إكليل الجبل والسعمالات أخرى تكلم لنا في تعليق عن طريقة استعمال أو استهلاك الروزماري في منطقتكم واذكر لنا البلد دعموا بذرة ماديا شكرا لكم جزيلا الشكر موصول لكل من يشاهد هذه الحلقة إلى موعد قادم بحول الله